السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن قرار السلطات الجزائرية بمنع الطيران العسكري الفرنسي من العبور عبر أجوائها بعد تصريحات الرئيس الفرنسي التي أغضبت الجزائريين وهزت أركان النظام الجزائري والحقيقة التي يجب أن يعلمها الجزائريون أن النظام الجزائري صار يتخبط وحيرين وشدير وليس كما تتوهمون لأن غضب فرنسا على النظام إن كان غضب بالفعل وإن كنت أذهب في اتجاه أن فرنسا دائماً تدرك أن الجزائر أو النظام الجزائري هو مزرعتها الخلفية وأن النظام الجزائري تحت وصايتها وأنه لا يمكنه أن يتجرأ ويخرج عن ما تريده باريس وما يريده قصر الإرزي هذا الحقيقة اللي لازم تفهمه وهذا الأمر مش وليد اليوم وليد سنوات من النفوذ والهيمنة نفوذ في الأجهزة الأمنية نفوذ في الرئاسة نفوذ في المؤسسة العسكرية وما إلى ذلك من هذه الأمور كيف لا يحدث ذلك ونحن نشاهد مدير الأمن الداخلي جنرال وسيني بوعزة نزلوه الجندي وراه يقبع في السجن بتهم الثراء غير مشروع وأمور كثيرة هذا مدير الأمن الداخلي الذي من المفروض يحمي الأمن الداخلي مدير الأمن الخارجي الجنرال يوسف بوزيت أيضاً تم إداعه السجن بتهمة التآمر مع دولة أجنبية هذا الأمن الداخلي والأمن الخارجي اللي هما أهم مصالح في الاستخبارات الجزائرية هذا من طينة الناس اللي رهم موجودين فيها منذ البارحة فقد تم الإفراج عن عدد من الضباط اللي كانوا تم إداعهم كانوا عيتونهم كشهود في القضية وبعد ذلك جاء الأمر من الهاتف من رئاسة الأركان قالوا طبعهم في السجن يعني واحد يروح شاهد وفجأة ينقلب ويولي متهم ويطبعه في الحبس مع أبو عز وسيني وراهم خرجوهم بعد حسابات أخرى وبأوامر أخرى ليس لها علاقة بعدالة القضاء ولا بشفافيته ولا نزهة الجزائر تغلق الأجواء أمام الطيران الفرنسي يعني النظام نفسه من 2013 والطيران الحرب الفرنسي يعبر الأجواء الجزائرية يروح قنبل في مال ومش يستهد في جماعات إرهابية فقط بل أيضا حتى أدى إلى استهداف مدنيين يعني لما خرج الخبر في أنذاك في 2013 كيف أخرج الخبر في البداية بدأوا يتداول بعض الناشطين وبعض الإعلاميين خبر أنه الطيران الفرنسي يعبر الأجواء الجزائرية النظام سكت سكت وتحرك الإعلام الموالي للنظام في محاولة أن يجد له مبررات يروح وزير الدفاع الفرنسي يدير عرض يقدم فيه وهو جون إيف لودريا قدم فيها حسب نقلته أنا ذاك جون أفريك صورة صور عرضهم وبينت اللي تشاهدوا فيها بيّنت أنه الطيران الفرنسي عبر الأجواء المغربية ويمر إلى مالي نعم وكانت الجريدة أنا ذاك هي جريدة الشروق في عددها الصادر في 21 جون في 2013 قالت تحت عنوان وزير الدفاع الفرنسي يكشف بالخرائط الطائرات الفرنسية باتجاه مالي تمر عبر المغرب وليس الجزائر نشرت مجلة جون أفريك صورا أثناء عرض قدمه وزير الدفاع الفرنسي أمام صحفيين من داخل قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم ومركز العمليات الجوية أن طائرة رفال تنطلق من القاعدة الجوية إلى العاصمة الشادية عبر إقليم المملكة المغربية ولا تمر بتات عبر الجزائر وذلك على عكس التصريحات التي أدل بها وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس الذي فاجأ الرأي العام الجزائري بإعلانه حصول باريس على ترخيص من السلطات الجزائرية بعبور الطائرات الفرنسية مجالها الجوي في طريقها إلى مالي وهي الخطوة التي استنكره الجزائريون بما في ذلك الطبق السياسي التي اعتبرت الخطوة الجزائرية إن تمت حقا أنها تواطأ مع مستعمر قديم وهذا بتعمد الدوس على نص قانوني يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 10199 المؤرخ في 30 أوت 2010 الذي يحدد شروط السماح بعبور الطائرات الأجنبية على الطراب الوطني وهو المرسوم الذي ينص على أن طلب العبور أجواء الطراب الوطني يجب أن يودع على الأقل 21 يوما قبل تاريخ العبور والغريب أن فرنسا لم تتقدم بطلب في هذا الشأن ولكنها أعلنت على لسان هورون ووزيريه للخارجية والدفاع أن الجزائر رخست باستعمال الأجواء الجزائرية بمحظ إرادتها ومن شأن التطورات الأخيرة أن ترفع الحرج والضغط بعد الخطوة غير المتوقعة خاصة وأن الطائرات الفرنسية ومنذ بداية الحملة العسكرية تقسف مواقع لجماعة أنصار الدين التي دافعت عنها الجزائر في الفترة الأخيرة ونفت عنها شبهة الإرهاب على عكس فرنسا هذا المقال نشرته الشروق في 21 جنفي وبعد طبعا ستة أيام يعني 15 جنفي 2013 فرنسوا هولون في الإمارات أكد قال بأن السلطات المغربية سماحت لطيران الفرنسي بعبور أجواءها باستخدام مجالها الجوي جاء ذلك بعد تصريحات لفابيوس وزير الخارجية الفرنسي أنذاك في 14 جنفي 2013 صرح بأن الجزائر سماحت للطائرات الفرنسية بعبور أجوائها نحو ما يعني 14 جنفي فابيوس قال هذا الكلام 15 جنفي في الإمارات قال هولوند الرئيس الفرنسي أنذاك أن الطيران أعبر الأجواء المغربية عمار بن لاني في نفس اليوم وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية هو الآن مبعوث مدريت شواش للصحراء الغربية ودول المغرب العربية ويهدر في كل في 14 جنفي 2013 أكد عبور طائرات حربية فرنسية مجالها الجوي بموافقتها ونذكر هنا أن الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بن لاني في تصريح للموقع الإخباري الجزائري الخاص كل شيء عن الجزائر هو الأول بخصوص القضية التي استغربتها وسائل إعلام المحلية إن قرار الفتح المجال الجو الوطني يتخذ بصورة سيادية بالنسبة للجزائر في كل مرة نعتقد فيها أن طلب العبور مبني على ضرورة واضحة وأوضح بلاني أنه على هذا الأساس تم تقييم الطلب الفرنسي الذي نفذ وفقا للطريقة المتبعة في الجزائر كانت المعلومات تتحدث أنذاك أن فرنسا لم تتقدم بأي طلب راهي مباشرة قضوها في تليفون رغم أن المرسوم الرئاسي راكم تشاهدوا فيه في الصورة تحدث على إجراءات لازم له 21 يوم المرسوم الرئاسي الذي صدر في 30 أوت 2010 وقع أحمد وياحيا يقول في المادة الخامسة المادة السادسة يجب تقديم طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط حسب الأشكال المحددة في المادة الخامسة حسب الأجال الآتية بالنسبة للرخص الدائمة 90 يوما قبل بداية الفطرة المطلوبة بالنسبة للرخص المؤقتة للرخص المؤقتة 21 يوم يوما تاريخ تلفيذ التحليق المرتقب في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بكل الطائرات العسكرية بما فيها تلك الناقلة للأفراد والعتاد والأجهزة العسكرية 15 يوم قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات نقل الشخصيات الحكومية والأفراد أو البريد الدبلوماسي وكذا 10 أيام قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات تقوم بمهام أخرى تختلف عن المهام المذكورة في الحالات السابقة معناها أنه في حالة الطيران العسكري هذه رخصة مؤقتة 21 يوم ورخص المؤقتة يمكن أن نكون مدى الرابعة تقول يمكن أن تكون رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط دائمة أو ظرفية وتدعى دائمة عندما يتعلق الأمر بتحليق واحد أو أكثر مع أو بدون هبوط ويمتد الطلب لفطرة لا تتعدى سنة وتكون ظرفية عندما يتعلق الأمر بتحليق محدد في الزمن معناها الآن هذه كان في 2013 بدأت العملية نحن في 2021 ثماني سنوات يعني رهي في كل عام تجدد لم نسمع يوما عبر ثماني سنوات أنه فرنسا تقدمت بطلب لتجديد الرخصة لأنه قال لك الرخصة دائمة تكون سنة الآن ثماني سنوات رانا قريب نوله تسع سنوات تسع سنوات على الأقر رهي ثماني مرات طلب الرخصة هل تقدمت فرنسا بطلب هذه الرخصة؟ أبدا المعلومات المتوفرة تقول لا ننتظر ما سينكشف لاحقا معناها أن القضية كان يقضي فيها إليزي بالتليفون مع رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة وجمعت ضعطة الأوامر بالرخص بالموافقة بدون لا تقديم ولا إجراءات معلومات بها خارج إطار المرسوم الرئاسي النظام الجزائري الآن فضح نفسه ولم نسمع يوما عن مسؤول جزائري أدان هذه الأمر الجزائريون في تلك المرحلة أصيبوا بحنق معناها طائرات رفار عادت للأجواء الجزائرية باش تروح بغض النظر عن الأهداف التي تستهدفها في مالي فإنها تعبر الأجواء لتقصف بلد جاء وهذا ما أغضب الجزائريين الآن النظام يفضح نفسه بنفسه يفضح بنفسه بنفسه الآن إما أنه كل هذه السنوات عمل غير قانوني معناها كانت أوامر ولما جاتبون وجد الأمور تمشي هكذا بصفة عادية لا تقديم رخصة ولا أي شيء الأمر قعد ماشي وخلاص ولذلك الآن أنه ما كانش رخصة أنهو هذا منعوهم أنهو هذه العملية التي تحتاج لترتيبات أخرى هذه نقطة أو أنه فرنسا المرة الأخيرة ما قدمتش بطلب أو أنه فرنسا غيرت أصلا عندها في طرهية مرة في الأجواء المعلومات المتوفرة إلى حد ما من بعض المصادر تقول بأنه الاتصال الأخير لأجراه ماكرون وتحدثت لكم بأنه كان اتصال يخص العلاقات مع المغرب وفي ذلك الوقت كلهم كذبوا بعد الاتصال مباشرة المغرب الجزائر بعد الاتصال مباشرة الجزائر هل يقلوا شعارات مدنية مش عسكريهم والناس بإخدار طريحها من عن الجيش الوطن الشعبين لما بغوا استولوا على الحكم مغرب حليفة فرنسا والجزائر حليفة فرنسا وطبعا لا تقبل فرنسا الصراع بين حلفائها بهذه الطريقة والجزائر رفضت وطلبت بعض المطالب ماكرون غضب عليهم وبعد ذلك دار هذه التصريحات الجزائر ملقت مدير الحاجة الوحيدة لوضعيتها ربما رهي غير قانونية تتمثل في عبور الأجواء فأنهتها بصفة إجرائية نمنع هذا الأمر لأنه ما فيش لا رخصة وما فيش إجراءات قانونية ولا شيء راه عمل يجري من قبل أمر آخر فرنسا الآن رح يعبروا كما عبروا من البداية من المغرب يروحوا المالي هذه الإشكالية لذلك أنا نقول لكم أنه إجراء فقط أولا لرفع الحرج أمام الجزائريين لأنه الكلام اللي قاله ماكرون نحن نعرف فرنسا أي كلمة تقولها رح تغضب الجزائريين كائن حساسية كبيرة بين الجزائريين وفرنسا هذه الحقيقة ورثوها عبر الأجيال كلها وعبر التاريخ لماضي فرنسا البشع مع الجزائر والجزائريين هذه أمر لا غبارات لذلك أنا نشوف الأمر أنه داروا أضعف الإيمان داروا أضعف الإيمان أولا ما ردوش على الشق اللي يخص الحاضر استدعوا السفير الجزائري للتشاور وما استدعوش السفير الفرنسي اللي قبل استدعوه ثلاث مرات أو قبل تم استدعاء السفير الفرنسي ثلاث مرات فيما خص لوموند فيما خص أعتقد تحقيق تيفي سانك وما إلى ذلك ثلاث مرات تم استدعاء الاستدعاء ماذا يعني؟ أو مش يجيبوه معناه يهينولة رح يجيبوه يعطوه رسالة احتجاج الرسالة الاحتجاج تصل بسرعة إلى قصر الإيمان لكن استدعاء سفير الجزائري لا يمكن أن يوصل أي رسالة فيها مطالب الرسالة لما تقدمها إلى جهة أخرى فيها مطالب إما تطلب من الرئيس الفرنسي عدم التدخل والاعتذار والتوضيح وما إلى ذلك من هذه الأمور لكن الجزائر ما قدموا حتى طلب ما هو مطلبكم من فرنسا عدم التدخل في الشؤون الداخلية غير المقبولة معناها التدخل آخر راه مقبول ونتحدثنا على التدخلات الفرنسية راه لا تحصى ولا تعد في شأن الجزائر وما انتفضوش إذن الإشكالية والراهي أنه فقط كأنه استغلال لما يحدث من أجل تجاوز بعض الأمور وأخطرها طبعا الدعوات إلى الحراك في 5 أكتوبر هذه هي القضية الخطيرة للغاية لذلك إخواني ما تظن بأن ما حدث راه دليل على قوة الجزائر الجزائر حقيقة نراهي كان من الممكن تكون أقوى وكانت قوية في مراحل معينة أضعف هذا النظام المشكلة راه نظام ضعيف البلد عندها شعب عظيم وعندها طراث كبير وعندها ثروات هائلة كان من الممكن أن تكون صنعت قرار في المنطقة وفي القارة كلها ولا يمكن لأي دولة أن تتجرع على دولة إفريقية إلا بموافقة الجزائر أو شيء من هذا القبيل فرنسا جاءت قصفت ليبيا ودمرتها ولم تتحرك الجزائر راحت المالي وقتلت حتى مدنيين وطيرانها يعبر الأجواء الجزائر الجزائر مستباحة إلى هذا الحد إذن ما قام به النظام الجزائري الآن راهوا فرح نفسه فرح نفسه نعم هذا من الناس الآن اللي يتخذوا في القرار منع الطيران ما نطقوش ببنت شفا لما فتح المجال الجوي بدون طلب ولا أي شيء الموافقة أخذوها مباشرة عبر القنوات الخاصة لم تحترم فيها الإجراءات بل بقيت فرنسا حسب المعطيات والمعلومات أنها تستعمل الأجواء الجزائرية بلا أدل شك قضية الموافقة هذه اللي يعطوها لهم شفاهية تتجدد آليا ولم يتجر أي أحد يقول هذا الطيران ما عنده موافقة تنزل الأوامر للجهات المعنية والطيران يمر بدون أي التزامات من طرف فرنسا ولا تدري الجزائر واشتنقل فيها ولا الكاميرات اللي تحملها وما إلى ذلك من هذه الأمور عادي جدا لذلك إخواني أعتقد بأن هذه التطورات تعود إلى خلافات بين الجزائر وفرنسا فيما يخص العلاقات مع المغرب هذا هو الملف الأساسي أما قضية أن الجزائر الآن تريد أن تحافظ على سيادتها وأنها تتصدى لفرنسا هذا كلام للاستهلاك الشعبي وللذباب الإلكتروني وليس للواقع النظام الجزائري يدرك يقينا وفي منتهى الإيمان واليقين أن فرنسا لو تتخلى عن النظام الجزائري ما بقى شهري في كل المحطات الحاسمة فرنسا تحمل نظام الجزائري وتخطي على سلوكياته المنافية للقانون أي للحقوق والحريات وما إلى ذلك من هذه الأمور سواء في التسعينات أو ما بعد التسعينات وحتى ما حدث ما بعد الحراك الشعبي كان كله وإن كانت تلك الفطرة أن الجايد صالحة غرّت خارج سرب فرنسا إلى حد كبير راهوا شفتوا كيفاش كانت نهايته ونهاية المشروع اللي داروا ونهاية الرجال اللي كانوا دايرين بيت واضح تدرك فرنسا يقيناً أن النظام الجزائري لا يستطيع أن يغرّد خارج سربها وإن تجرأ راهيكاين عدد دروس وعبرة والنظام الجزائري محمي من النظام الفرنسي ومن يقول غير ذلك فهو وهب لذلك النظام الجزائري يجتمعوا وارتقوا بفجأهم ماكرو بهذا الموقف الفاضح لهم وفاضح لمنظومتهم الحالية وكذا ما وش خلقوا ديروا تخبتوا أه عندنا طيران راه كان يعبرها كذاك بدون موافقة ولا أي شيء خلي نحبسوه ومقول تحت لتحت يبعثوني ومقول لهم ما زلنا ما قدمتم رخصة لا طلبتم رخصة ولا شيء من هذا القبيل وتحت الطاولة رهم يترجوا فيه والأخر استدعاء السفير للتشاور استدعاء السفير للتشاور فقط من باب الاحتجاج وراح للتاريخ ومش نعارف وهذا هو ماكرون اللي هو صديق الجزائر ووزير الخارجية الحالي اللي كان وزير خارجية عند متفليقار رفني أن أتوجه إلى مقام فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعظيم العرفان على ثقته الغالية في شخصي وعلى رعايته السامية لقيامي بمهامي وسأبقى سأبقى شاكراً له الفرصة الثمينة التي وفرها لي عندما تكرم بتمكيني من استكمال مسيرة الدبلوماسية الطويلة باعتلاء منصب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاوذي ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر ننتظر الدور فيه قريب يدير عرس كين جاء فات للماكرون الرئيس أيضاً تبو ونمدح وقال نزيه ومخلص ونضيف أظن أنه مع رئيس ماكرون يمكن أن نمضي قدماً ونحقق أشواطاً من التقدم لاسيما فيما تعلق بإشكالية الذاكرة هو فيما تعلق بهذه القضية هو نزيه ويود أن تكون الأوضاع هادئة بالطبع هو يود أن يخدم بلدها فرنسا وهذا طبيعي ولكن يود كذلك أن يمكن علاقاتنا من أن تعود إلى مستواها الطبيعي ها واش دار لكم علش تغذبوا من واحد صديقكم ونزيه ومخلص ما دام نزيه ومخلص على حسب قول تبون إذن هذا الكلام اللي قالوا راهو صحية هل يعقل أن واحد نزيه ونضيف يقول غير هذا كلام سيء لا أعتقد لذلك غلبة النظام الجزائري فقط تتعلق بما يخص الحراك وضع تبون والنظام العسكري وهذا اللي تحدثنا عليه في مداخل الماضي وأنه ما لا يستطيعون أن يتجرؤوا أكثر مما فعله مع المغرب أغلقت الأجواء على الطيران المدني والطيران العسكري وكل شيء وقتعت العلاقات الدبلوماسية ولو المغرب الملك محمد السادس قال كلام قريب يشبه له فقط لا أقمتم الدنيا لي ولكن عندما يتعلق بفرنسا ما لقيتوش غير ملفات تتعلق بمالي اللي فيها أصلا بعض الخلافات ما بين فرنسا والجزائر فيما يخص الدور الجزائري المرتقب في منطقة الساحل والذي راح يكون جنبا إلى جنب مع المغرب وفرنسا ترى بأنه من غير المعقول أنه هي تخطط إلى دور بديل لها ولجيشها يلعب الجيش الجزائري ومعها الجيش المغربي وجيوش أخرى في منطقة الساحل والصحراء والدولتين راهم في خصام فيما بينهم هذه هنا الإشكالية أما قضية عبور الطيران فهي موروثة من جماعة السعيد بوتفليقة واستعملوا فقدت باسم القانون وليس باسم الغضب والأيام القادمة ستكشف الأسوأ في المسألة برمتها ومن يعتقد بأن النظام سيمضي إلى القطيعة مع فرنسا فهو يتوهب متى يمكن أن تحدث هذه القطيعة عندما يكون الجزائر فيها نظام منتخب شعبيا نظام يعبر عن إرادة الشعب حينها ستكون مواقف الدولة مع فرنسا بما يخدم مصالح البلدين وليس دولة في خدمة مصالح دولة أخرى وهو ما تقوم به الجزائر على مدار سنوات لا هم للنظام إلا مصالح فرنسا أما مصالح الجزائر فهي في مزادات داخلية وخارجية نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اشتركوا في القناة